نتحدث اليوم في ديناميكية عمل المجموعات وتحديدا نتحدث عن فوائد التجمعات غير الرسمية أو المجموعات غير الرسمية ونقول أن المهتمون بدراسة المنظمات الإدارية حاولوا معرفة أثر هذه المجموعات على الانتاج أو على المنظمات عموما ومن فوائد التجمعات غير الرسمية أنها تساعد على تسهيل سير العمل أي أن هذه المجموعات الغير الرسمية يمكن أن يكون لها أثر إيجابي يسهل سير العمل ثم نقول أن التجانس بين المجموعات والتجمعات غير الرسمية كلما كانت متجانسة كلما قل التصادم والنذاع كذلك الميل الطبيعي لدى الأفراد لسد الحاجات الاجتماعية فيما بينهم عبر الانضمام إلى هذه التجمعات الغير الرسمية كذلك يوجد لدى الأفراد ميل طبيعي لسد هذه الحاجات الاجتماعية ولا بد للمنظمة أن تأخذ هذه الحاجات التي هي الحاجات الاجتماعية في عين الاعتبار أصناء تصميم العمل وتهيئة البيئة المناسبة لمنسوب التنظيم دون أن تضع عوائق أمام سد هذه الحاجات الاجتماعية والقائد القير الرسمي أو قائد المجموعة هذه يسهل مهمة الجانب الرسمي للتنظيم خصوصا أن القائد المعين رسميا يستعين بالقادة غير الرسميين لأنه يعلمون أن للقائد غير الرسمي تأثير كبير على العاملين ينعكس ذلك على العمل وقنوات الاتصالات غير الرسمية تمد أعضاء بمعلومات هذه المعلومات قد تكون مهمة وقد تكون مستهدفة لأن تصل إلى العاملين بصورة أسرع من القنوات الرسمية وأخيرا حماس الجماعات غير الرسمية لأي تقيير ويتبناه التنظيم وهذا الحماس يضعف مقاومة التقيير وبالتالي يساهم في إحداث التقيير المطلوب إذن هذه فوائد للتجمعات القير الرسمية في المنظمات الآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع متعلق بالقرار الجماعي وهناك شبه اتفاق على أن القرار الجماعي أكثر فاعلية من القرار الفردي ودائما رأي الجماعة يكون أصوب من رأي الفرد للقرار الجماعي مزايا أو فوائد يمكننا القول فوائد وللقرار الجماعي سلبيا لذا دعونا نتناول أولا فوائد القرار الجماعي يزيد القرار الجماعي من فاعلية الاتصال لأن الأعضاء شاركوا في وضع هذا القرار أو شاركوا في اتخاذه ثانيا يفتح المجال للإبداع لأن المدير لا ينفرد هنا بالقرار وإنما يشرك الآخرين وهذا مدعا لأن يبدعوا ويأتوا بأفكار جديدة كذلك القرار الجماعي يزيد من درجة الرضا لدى المرؤوسين لأنهم يشعرون بأنهم مهمين وأن رأيهم معتبر وبالتالي هم يشتركون في صنع القرار وبالتالي يزيد هذا من درجة الرضا لديهم وبالتالي ينعكس إيجابيا هذا الأمر على الإنتاج ويزيد من أدائهم أو يزيد من إنتاجيتهم أما السلبيات القرار الجماعي فهي القرار الجماعي يتطلب وقتا أطولا وقد يكون القرار الجماعي كذلك مكلفا ثانيا هناك نقاش لاتخاذ القرار الجماعي هذا من السلبيات أن النقاش هذا قد يكون في المواضيع الجانبية وبالتالي يكون النقاش بعيدا عن الموضوع الجوهري قد يؤدي القرار الجماعي إلى ظهور عضو يفرط رأيه على القهة خصوصا إذا كان هو في المراكز الإدارية العليا فيمكن أن يفرط رأيه على بقية العاملين وبالتالي لن نكون قد استفدنا من المزايا السابقة أو الفوائد السابقة التي ذكرناها عند الحديث عن فوائد القرار الجماعي وكذلك من سلبيات القرار الجماعي الرقبة في تجنب إثارة الصراعات مع بقية العضاء قد يدفع أحد عضاء الجماعي إلى التسليم بصحة رأي المجموعة حتى ولو كان رأيه هو الصحيح لكنه يتجنب الدخول في صراعات مع المجموعة هذه السلبيات للقرار الجماعي أيضا يمكن أن نضيف إليها أن بالإضافة لهذه السلبيات التي ذكرناها لا بد من اتباع أساليب من جانب القادة للتخفيف من حدة هذه السلبيات أو هذه المآخذ على القرار الجماعي أو لكي نحسن من القرار الجماعي أولا لا بد أن نحضر جيدا للاجتماع والتحضير للاجتماع يدخلنا إلى الحديث عن كيفية إدارة الاجتماع أو الإدارة المسلى للاجتماعات من حيث تحديد الوقت، تحديد المكان المناسب، الوقت المناسب حتى اختيار المجموعة والعناصر المناسبة أي اختيار الأعضاء الذين لديهم علاقة بالموضوع الذي سوف يتم مناقشته أو اتخاذ قرار حوله ثانيا إتاحة الفرصة للجميع لإبداع آرائهم دون الحجر على أحد وثالثا التقارب في المستويات الإدارية بين الأشخاص الذين سوف يقومون باتخاذ القرار الجماعي ودائما الاجتماع يكون المدير أو الليدر في الاجتماع هو القائد وهو الذي يوجه الأفراد للتركيز على الموضوع يعني كل عضو يحاول أن يخرج بحديثه عن الموضوع يقوم القائد بتوجيهه نحو الموضوع الأساسي ويرجعه نحو الموضوع المراد اتخاذ قرار حوله كذلك من الأشياء التي يمكن أو من الأساليب التي يمكننا أن نستخدمها لتحسين القرار الجماعي والتلافي السلبياتي هي التمييز بين المواضيع التي يتخذ فيها قرار جماعي والتي يتخذ فيها قرار فردي فليس كل المواضيع تحتاج إلى قرار جماعي ودائما في الاجتماعات نقول أننا لا نبدأ بنقاط الاختلاف دائما نركز على النقاط التي تجمعنا لأن نقاط الاختلاف تستهلك معظم أوقات الاجتماعات إلى أن نلقاكم في محاضرة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته